قصص الحب أنا واحدة دلوقتي لسا ما فيش أي حاجة ونزل عادي مع صحابي وفي حد فيه ما بيني وما بينهم جذاب إيه الحاجات اللي ممكن تظهر عليه في الأول في بداية التعارف تخليني لا أبتدي أخد بالي أبتدي أفكر تاني طيب بوسي هو أنا هبدأ من البداية أصلا فكرة أصلا إن العلاقة السامة دي هو إنك تكون مأزين أو مفترض إن العلاقة في حياتك تضيف ليك وهو ده فكرة إن إحنا نعيش على الأرض كلنا إن إحنا لما نتعارف الحياة بقى أبسط والحياة بقى أحسن وعلشان كده ربنا خلى الناس تحتاج لبعض إنه إنت ما تعيش لوحدك كان ممكن أن إنت تتكاثر ذاتيا وتعيش لكن ربنا خلاك لازم تتزوج فتحتاج لشريك فهي عشان كده سميناها شراكة حياة وإنت بتشتغل ما بتشتغلش لوحدك ما تقدرش يتعمر الأرض لوحدك فمحتاج برضو ناس معك ففكرة الشراكة هي فكرة الإنسانية إنك إنت ما تعرفش تعيش لوحدك إنت محتاج ناس معاك فالناس وجودهم في حياتك بيعمل إيه؟ هي دي الفكرة إن الوجود ده بيسهلك حياتك علشان حياتك تكون أسهل حال فمن الأساس إن لم تكن العلاقات اللي في حياتك مفيدة فأنت في أزمة قبل بقى ما ندخل في تفاصيل مين الشخصية لأنه لو فرقناها لجانبين في جانب نستطيع التحكم فيه وفي جانب تاني ما نستطيعش التحكم فيه ولكن زي ما أنت بتقولي إذا بدأنا بالعلاقات أنا عايز أقول لك إنه إحنا عايشين في عصر يمكن من أصعب العصور في الانفصالات والمشاكل اللي بسبب علاقة إحنا اللي عملناها لنفسنا يعني يمكن علاقة الأخوة إحنا جينا لقينا حياتنا كده أبوي وأمي أنا ما اخترتش مش عارف العلاقات الأساسية اللي في حياتي أنا ما اخترتهاش طب أنا بختار شريك واحد هو ده ليه يطلع فيه مصيبة فأجبر كارثة صح أنا بشوف إنه سبب كبير جدا هو إنه الإنسان بيختار على أسس غلط هو إنه الإنسان بيختار مش هقول إنه بيكون معمي ولكن ما بيكونش ما بتكونش الرؤية واضحة من البداية ليه ما بتكونش واضحة لإنه دايماً أول العلاقة بتبدأ إلا بتبدأ بانبهار ودايما الإنبهار عكس الأكتشاف أو إنك الإنبهار عكس إنك تعرفي الحقيقة يعني الإنبهار بيعمل ساتر كده على الرؤية الحقيقة العيوب الحقيقية. ام. فازا عايزة ازا يعني عايز تختاري بقى اول حاجة لازم تلغيها من قموسك هي الانبهار. لان كلما انبهرت بانسان كلما رؤيتك قلت معا. ده حقيقي. فما تنبهرش ايا كان اللي انت يعني الشيء اللي عجبك او الشيء اللي انت آآ خلك مقبل على العلاقة دي. خلي بالك انه هو ممكن يكون هو ممكن يكون مش حقيقي. وقدي مساحة الى انه يكون الكلام ده مش واقعي. لانه كتير قوي بنشوف انه ناس في البداية عاشوا حياة جميلة جدا. جميلة ايوة. وحبوا بعض سبع تمن سنين وفي الاخر من اول اسبوع جواز اكتشفوا ان لأ يا جماعة ده مين ده? صح. يعني آآ نسبة اكبر من تلاتين في المية من الزواجات بتنتهي في اول سنة. امم. فتخيالي انه كم من الناس اللي اكتشفوا الحياة زي ما انتوا كنتوا ليه كنتوا قدامكم الدنيا الوقت كله براحتكم. تكتشف. في اللي حصل. انك انت باول ما تقفل عليكم باب مش قادرين تكمله مع وقت. ده بيكون بسبب انه الرؤية ما بتكونش واضحة. احنا قلنا اول حاجة الانبهار. تاني حاجة الحب. الحب من الحاجات اللي بتعتم الرؤية عند اللي بيحب. يعني كلما انا حبيت اكتر كلما رؤيتي قلت. يعني فعلا مراية الحب عامية زي ما بيقولوا. ده حقيقي انا هقولك. احنا بنقابل في حياتنا آآ آآ يعني علاقات كتيرة جدا. كلما انا تعلقت بانسان كلما ما ما شفتش عيوبه. اوك. وعلشان كده بنلاقي حالات كتيرة جدا ان يكون الام والاب والاصحاب يقولوا يا بنتي ده ما ينفعكيش ده ولا آآ شكلك ولا طريقتك ولا ولا. لكن الرؤية هي مش شايفة ده. بسبب انه الحب. لانه علشان كده انا دايما بقول الحب يا جماعة مش ميزة في الطرف الاخر. الحب مش ميزة فيه. لما اسألك ايه مميزات وما ينفعش تقول لي بحبه. او هو بيحبني. لأ. الحب ميزة في العلاقة. الحب بيزود العلاقة. لكن العلاقة ما بتتبنيش على اساس حب. الناس كتيرة اوي بيحبوا بعض لكن ما يقدروش يعيش مع بعض. يوم واحد. ده مهم اوي يا عمر اللي انت بتقوله ده. الفكرة انه الحب ده حاجة زيادة يعني حاجة ميزة مش حاجة اساسية. لان ده بيبقى دايما المبرر بتاع اي مشكلة في العلاقة. انه هو مؤذي هو وحش. بس احنا بنحب بعض. هو عصبي بس احنا بنحب بعض. علشان كده. انا دايما بقوله بكرر. الحب شيء جميل جدا ولكن لا يقيم علاقة. حلو. طب امال ايه اللي يقيم علاقة? يعني ليه بقول كده? لانه انت ممكن انك تعيش من غير حب. لكن انت لا تستطيع انك تعيش من غير احترام. صح. انت لا تستطيع انك تعيش من غير التفاهم. وعلشان كده التفاهم هي كلمة السر في ان العلاقة دي هتستمر ولا لأ. انا اقدر اقول لك من ساعة بس ان يعودوا قدامي اعرف ان دول مش هيكملوا. مع انه هم الاتنين بيقول لك ده احنا يعني حياتنا هتبقى. للمدى الحياة مع بعض. لان اه اه في انا على مدار اليوم. مه. ما يهمنيش انت حبيتني قد ايه? على قد مهمني انت اظهرت لي حبك ده قد دي. انا بشوف ان اظهار الحب اهم واغلى من الحب نفسه. مه. لانه يفدني بايه لما تحبني. وانت بتهني. صح. او بتحبني. وانت خلال اليوم قزيتني كتير. مه. وعلشان كده علاقة مقزية. علاقات كتيرة مقزية ببقى فيها حب قوي جدا. يعني هم بيحبوا بعض جدا. ولكن كل يوم اهانة وكل يوم مشاكل. بس ده ما بيكونش المفروض يبقى في حب بقى. يعني الطرف المؤذي. انا انا مش مقتنعة انه انا بحبه بس بهينه. لأ هقولك على حاجة. هو في واحد بيبرر وازواج كتيرة كمان. بيبرر انه انا طريقتي كده يا اخي. لكن انا بحبها. يعني انا بحبها. لكن انا عصري. تستحملني ما انا بحبها. فحط الحب كمبرر. وهنا الازمة. انه يا جماعة الحب مش مبرر لاي اسلوب وحش في المعاملة. ما تحبنيش. انا مش مهم انك تحبني. مهم انك تعاملني كويس. عاملني بالحسنة. لان خلال انا شفت علاقات كتيرة جدا. بدأت وانتهت. وكانت تحمل حب قوي جدا. لكن ما قدروش يعيشوا. لانه خلال اليوم الاشخاص بيتقزوا. خلال اليوم انا المعاملة بتاعتي سيئة. مهما كنت احمل من الحب ليكي. مش هتتحملي. وانت حملتي هتقيقي متحملة ومسمومة. وهنا العلاقة المؤزية. انه انت بتدور على حب ده شيء هايل. ولكن دور على اللي تعرف تعيش معاه. علشان كده انا بقول اللغز او حل اللغز في العلاقات اول ما بتبدأ الخناء. اتخنقوا. يعني اتخنقوا زي ما انتوا عايزين. الخناءات ما فيهاش مشكلة. بالعكس ده الخناءات كشافة. فضاحة. هتعرف اللي قدامك امتى لما تشوفه على حقيقته بعد ما يشيل المسك اللي هو لابسه لانه بيتجمل لك لانه عايز يوصلك. مهما. علشان كده بشوف انه لازم تاخد فترة طويلة. لازم تتخنقوا. لازم تشوفوا ازاي بتتخنقوا. لانه فيه خناءة تقربنا من بعض. مهما. فيه خناءة تخلينا اه نفضل بنحب بعضه ونفضل بنحترم بعضه على ود ما بيننا. مهما. وفيه خناءة واحدة تنهي الحياة. مهما. الفرق في دول ايه? مهما. الفرق في دول انه احنا اثناء الخناءة اتصرفنا ازاي? اثناء الخناءة عرفتي ان الطرف التاني وقت الخناءة ما بيفتكر لكيش اي شيء. مهما. ما بيفتكر لكيش اصلا. ده كل اللي بيفتكروا حقه. انه يحضر دلوقتي. انا عايز حق. ما يفرقش معي انت مين? طب انت عارف احنا كنا على ود بقالنا سنين. ما ينفعش انك ترمي كل ده. وتبقى في الخصومة في فجور يعني ما هي دي الفجر في الخصومة. هي انك تنسى كل اللي فات. ايا كانت عشرة وبين عيال وي وي. وقت المشكلة حقي الاول. خلاص. علشان كده انا بشوف انه اتخنقوا في في البداية. انا ما حبش العلاقات اللي بتبقى تلات اربع شهور ويتجوزوا. انا بحب انه ياخدوا وقتهم. بحب انه تكتشفوا الخناء ما فيوش انا شفت ناس بيتخنقوا يوميا وماشاء الله حياتهم زي الفل. اوكي. يوميا. لكن في احترام اثناء الخناءة. اوكي. في مودة اثناء الخناءة. انه انا عارف النقط اللي ممكن توجعك انا ما بيدسش عليها. لكن في اسلوب انه انا اشوف الضغط اللي هيسيق لي كيفين واللي هيجراحك فين. وعملو. فاخد بيه حقي. ام. فعلشان كده دي نقطة انه انه احنا اه واحنا بنختار ناخد بالنا قوي. ان الحب مش هو اللي بيقوم العلاقة هو بيساعد في اوامان العلاقة.